من الأخبار 7 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتخابية ليه وإحنا ليه محتاجين 7 مليار دولار؟ يعني أنا مش عارف يعني مثل هذه الأخبار نحن مش مشتغل يعني مش عارف بالضبط يعني واضح أنه دلوقتي مسألة أنه نلجأ للخارج إحنا منتظرين 3 مليار من السندناد أو 4 مليار من البنك الدولي أو مستنيين الدول العربية تعطف علينا يعني أنا أعتقد أنه ده فيه إكحاف دي أو يعني يعني ده ظلم للأجيال القادمة لأنه كل ده بتحمل للأسف كل ده عبارة عن قروض يعني في النهاية عبارة عن قروض وأنه كل سواء السندوق أو البنك أو الوات المتحدة الأمريكية كله بيسعى لتحقيق مصالحه والإصلاع لأنه كله وجود في المرحلة القادمة في مصر فأنا أعتقد مسألة أنه أنه إحنا نبتهج ونفرح قوي ونحتفل بأنه فيه 7 مليارات في المرحلة الانتقالية القادمة حتى الآن لم نسمع عن برنامج اقتصادي واضح من الحكومة يعني مسألة يمكن كتبنا ونشدنا قبل كده أنه هناك أموال مهضرة هناك موارد مهضرة وإمكانيات مهضرة يمكن أعتقد أن هي تحقق أو توفر لنا بعض من هذه الأموال اللي هي في النهاية قروض محسوبة عليك أنا ليه بسأل في ده تحديداً لأنه 7 مليارة هيتضخوا في الاقتصاد المصر عشان المرحلة الانتخابية ده معناه أنه إحنا يعني ميش هنشتغل ده بالنسبالي تساؤل يعني بشكل عام هندخوا فلوس عشان الاقتصاد المصر أه محتاجين عشان عندنا أزمة تمام أو عندنا مشاكل لكن أنه إحنا نضخوا بس عشان المرحلة الانتخابية وتحديداً بهدف انقاذنا من المرحلة الانتخابية ده بخير نسأل هو إحنا ده لشان إحنا عارفين هنقض لغاية شهر الانتخاباتها تخلص أول يعني الشعب تخلص في يناير بين كبراية آه يناير فهنشتغل يعني كلنا عادين عطلياً لغاية يناير ولا إيمان برضو مش بحل هي طبعاً 7 مليار مرحلة الانتخابية اللي أقصد بها المرحلة الانتقالية الانتقالية بقى مش الانتخابية يعني برضو السياقة توتر مرحلة الانتقالية يعني هي مسألة 7 مليار بس برضو يعني احنا هي المسألة طفعين دور الحكومة يعني هي المسألة بالفعل احنا محتاجين يا جماعة برنامج حتى الان الحكومة لم تقترب من الملف الاقتصادي احنا بنسمع توطرات تصرحات ان احنا لن نتنازل عن سياسة السوق الحر لكن فين البرنامج اللي احنا خدت الواضحة اللي تطمننا بقلوب المصريين يعني مسألة الموارد يعني حتى الان احنا لم ننظر الى الموارد المهضرة فيه كثيرا من الامور مسألة التشجيع ومسألة التحفيز لاعادة عجلة انتاج مرة اخرى لكن مسألة الاعتماد على القروض والاحتفاظ زي ما كان وزير مالية السابق بيعمل بها انه مسألة يا فرحتي ان احنا راحين نجيب فلوس او قروض من الخارج يعني اعتقد ان دي مسألة في منطقة الخطورة يجب الانتباه لها لانه ده بالفعل هي تأجيل مشكلة او ازمة او مش عايز اقول كرسة لمن سيأتوا اللي جايب عليك اللي هو اللي احنا ممكن ندفع تمانها يعني طيب احنا اخر خبر حيك نختار ايه من الاخبار اللي بقية عشان وقتنا خلاص يعني انا عايز اختار بس هي بتاعة العبار اه وخلينا نشوف بس هي ننظر لها جميع الكاب العبارة غادروا نويبة واجراءات لسرعة صرف التعويضات بس انا عاوز يعني يمكن فيها بقعة ضوء شوية يعني هي الحاجة الوحيدة في المسألة العبارة ان انا كلمة العبارة دي دائما يعني يعني مؤلمة بالفعل تاريخ سيء يعني او ذكرى مؤلمة ان انا كنا نتذكر العبارة اكسبريس والعبارة سالم والعبارة السلام يعني كل ذكراتنا مع العبارات لأسف سيئة جدا لكن هذه المرة يمكن احنا يعني بنحمد ربنا ايا كان يعني ده قضاء وقدر او فيه انك مخلفات في الشروط في الشروط السلام المهنية بالنسبة للعبارة ولكن الجديد في الامر انه بالفعل انه الدولة تحركت موصلة في القوات المسلحة بشكل سريع جدا بعد تلقي الانذار من ربان السفينة اعتقد انه كان فيه تحرك سريع جدا وهنا هنتقد انه نوجه الشكر للدولة وموصلة في القوات المسلحة رغم ان كانت السفينة او العبارة مش في المياه الاقليمية انا بس حبيت يعني ده قد يكون تغيره مش عايزة تكون انها كانت صدفة عايزة اقول انه ده منهج المفروض يتم التعامل به ان حياة المواطن المصري هي اغلب كثير جدا من اي شيء اعتقدنا التحرك من جهاز جميع الركاب ده يمكن الحاجة ايجابية الحمد لله انا بس ختاما انه عايز رأيتك النهاردة وانا جايه في تاكسي الصبح يعني كان فيه فيه نوع من نوع التساول العطفي في كده الحياة صعبة وانا معرفش عشان تحتاج تدفع فلوس اكتر فانا عندين بيتكلم اللي اتفاجه يقول الصورة دي ما جابت ليش غير الكافية فانا قلت له طب ليه حضرتك قال لي انت زي ما انا ومراتي اتطلقنا قلت له طب انت اتطلقت انت ومراتك بعد عشرين سنة جواز ليه قال ما عشان ما كانش فيه شغل وقف وبتاعه فطرد وعندي ست عيال وطلقت له والله لو مراتك سبتك عشان شغل وقف عشر شهور شوية لو انت يعني بتأزم دي كانت تطلق من عشرين سنة ما بكونتش محتاج ثورة دي انت تشكر الثورة اللي عايزة اقوله انه مش عايزة حد يعني لوم الثورة على علاقاته الشخصية ولا انه طلق مراته عشان ما استحملتوش الثورة ملازم بالعكس المفروض تنمل على قتل عطاق شكرا جزيلا استاذ عادل السنهوري مدير تحرير اليوم سبع شكرا جزيلا هروح نشوف تقرير عن اسعار اللحوم وخروف العيد اللي كل الاطفال بتلعب معاه وتاني يوم الصبح بتتبحوا انا معافش احنا بنعمل كده ليه في اولادنا بس تعني روح نشوف اسعار اللحوم عملتها دلوقتي في السوق يلا بينا